عاماني كاملان من الحرب التي تشنها ميليشيات الحوث والمخلوع على الشعب اليمني حيث قتلت الآلاف منهم وانتجت كثيرا من المآسي والكوارث وخلفت خرابا ودمارا في شتى مناح الحياة ارتدادات عكسية وسلبية وكانت تتاقل كارثية أدى إلى تضعضع الدولة وانهيارها وتفقوا كجزتها وتم تشريد ابناء اليمان وتم تقسيم المجتمع اليمني على أسس طائفية ومذهبية بغيظة قامت ثورة 16 سنبر القضاء عليها نالت مدينة تعز النصيب الأوفر من جرائم الميليشيات التي صبت جام حقدها على كل شيء جميل في المدينة ما جعل الكثير من المواطنين يعانون أوضاعا معيشية صعبة فقمها توقف رواتب الموظفين وانعدام فرص العمل حرب عبثية استهدفة فيها الأطفال استهدفة فيها المدارس استهدفة فيها التعليم استهدفة فيها كل شيء جميل لغيمة الأراضي لغيمة المدارس لغيمة القوامع لغيمة كل الطرقات المؤدية استهدفة فيها المدين بطرق وحشية بشعة انهارت المنظومة الصحية في تعز بفعل الحصار ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا بفعل القصف العشوائي الذي طال عددا من مستشفياتها وتسبب بتدمير أجزاء منها حرب لمدة عامين وحصار كان من الطبيعي أن نتداهر القطاع الصحي في عموم اليمن ولكن في محافظة تعز على وجه الخصوص نعاني من صعوبات كبيرة وكثيرة نزح عشرات الآلاف من منازلهم نتيجة الحرب والتهجير القسري الذي قامت به الميليشيات في عدد من مديريات تعز باتوا يعيشون حاليا أوضاعا إنسانية صعبة في ظل افتقارهم لأبسط مقومات الحياة فواز الحمادي قناة بلقيس تعز اشتركوا في القناة